تبقى لتوصيل الأممية 26 صفر جوج سيزور المغرب يوم الأربعة 12 يناير المبعوث الأخاص لكيترس إلى المغرب أعطينا السيتاج الدين الحسيني تفاصيل هذه الزيارة بالفعل هذه الزيارة تأتي في إطار القرار الذي أستره مجلس الأمن قرار 26 صفر 2 والذي لاقى ترحيباً كبيراً من طرف المغرب لما تضمنه من توصيات في حين أن الجزائر تقريباً رفضته هي والبوليساريو وربما يمكننا القول بأن هذه الزيارة تأتي في وقت تكون قد جرت فيه مياه كثيرة تحت الجسر في علاقات المغرب بالمنظمة العالمية وببقية الأطراف فنحن نعلم أنه منذ أن تقدم المبعوث السابق السيد هيل كيلر استقالته لأسباب شخصية لاحظنا كيف أن أمور تطورت بشكل مهم فالولايات المتحدة اعترفت منذ ذلك التاريخ بالسيادة الكاملة للمغرب على مجموع إقليم الصحراء لاحظنا كذلك أن المغرب استطاع أن يقوي مركزه الدفاعي على مستوى وحدته الترابية عندما استرجع ممر القرقرات ومنع تلك الهجومات الغير محترما من طرف البوليساريو بالخصوص كما لاحظنا كيف أن وقف إطلاق النار الذي استمر منذ سنة 1991 إلى الآن قامت البوليساريو ومن ورائها الجزائر بخرقه والقيام بأعمال دعائية أكثر من كونها أفعال الحرب بالفعل لاحظنا كذلك كيف أن المغرب استطاع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن أن يدعم مركزه الدبلوماسي من خلال إقرار حوالي 24 دولة بالتعامل مع المغرب في إطار وحدته الترابية وذلك بفتح العديد من القنصليات سواء في مدينة الدخلة أو في العيون لكن بخصوص المهمة التي يقوم بها السيد ديمستورا أعتقد أنها تبقى محفوفة بالمخاطر ذلك أن الجزائر ترفض أن تطبق توصية مجلس الأمن الواردة في القرار المشاري إليه والتي هي توصية تنص بوضوح على تعديد أو تحديد من هم الأطراف والجزائر طرف أساسي ثم على اعتبار أن آلية الموائد المستديرة هي الوثيرة المتلى لإدارة المفاوضات ثم بإطافة بطبيعة الحال أن مقترح الحكم الداتي هو مقترح جدي ومطبوع بالمصداقية وبالتالي سيكون محوارا أساسيا للنقاش اليوم عندما يزور ديمستورا المغريب بطبيعة الحال المغريب سيتشبت بكل هذه المكتسبات التي أقرتها المجموعة الدولية وجاءت ضمن القرار المشاري إليه لكن في اعتقادي أنه سيجد عقبات كداء سواء في اجتماعه مع بوليساريو في تندوف أو مع الجزائر هذه العقبات تتمثل في رفض حضور الموائد المستديرة وأعتقل أنه لا يمكن لهذه المفاوضات أن تجري بدون موائد مستديرة هذا تقليد اعتمدت الأمم المتحدة منذ عدة سنين وجاء قرار 26 جوج وأقره بكيفية واقعية ومنضبطة بل وذكر اسم الجزائر أكثر من خمس مرات ضمن هذا القرار وبالتالي لا يمكن للجزائر أن تتملص من مسؤوليتها التي هي أول مسؤولية تاريخية وواقعية وقانونية فهي التي تدبر شأن البوليساريو هي التي تحتضنها هي التي تقدم لها العتاد والسلاح هي التي تدفعها للعمليات العسكرية ويعلم الجميع أن رصاصة واحدة لا يمكن أن تنطرق من تندوف بدون موافقة الترك والمخابرات الجزائرية وبالتالي كفا من هذه السياسة التي هي سياسة النعامة التي تقوم بها الجزائر تخبر أسها في الرمال وتتعامل مع العالم وكأنه لا وجود لها هذا نتاج الحرب الباردة ألا تعتقدون أن على الجزائر وعلى المنظومة الدولية أن تفرض على الجزائر أنه لا حل إلا حل المغربي وبالفعل مسألة المجموعة الدولية أعتقد أنها قالت كلمتها وقرار مجلس الأمن 26-2002 واضح بهذا الخصوص الجزائر طرف أساسي وينبغي أن تشارك في المفاوضات لأنه لا يمكن لحل أي كان أن يصل إلى التطبيق الفعلي دون موافقة للجزائر هذا شيء معروف من طرف الجامعة وبالتالي مهمة السيد ديمستورا هي اليوم على المحك إما أن تقبل الجزائر أن تشارك في الموائد المستديرة كما أقر ذلك مجلس الأمن وإما أن تستمر في امتناعها وفي هذه الحالة فعليها أن تتحمل نسبوليتها وأعتقد أن مجلس الأمن يخضع لضوابط ميثاق الأمم المتحدة التي من خلالها تناقش هذه القضية في إطار مقتضيات الفصل السادس من الميثاق والذي يكتفي معهم مجلس الأمن بالقيام بدور الوسيط من أجل التوصل إلى الحل السلمي لكن عندما تمتنع دولة عن القيام بالتزاماتها وفق ما أقرر مجلس الأمن فهنا يمكن أن يلجأ إلى مقتضيات الفصل السابع وإلى إمكان يستبق بعض العقوبات سواء من أقتصادية أو الدبلوماسية أو غيرها وأعتقد أنه سيكون من حكمة والرجوع إلى الواقع أن تحتكم الجزائر إلى لغة الواقع وإلى منطق الشفافية والجدية الذي يفرضه مجلس الأمن والذي من خلاله اعتبر أن مقترح الحكم الداتي مقترح مطبوع بكل هذه الصفات الجدية والمصداقية والواقعية وهذا هو جوهر الحل السلمي الذي يبحث عنه مجلس الأمن نعم هناك صدفة مبين الزيارة المبعوث الأممي وبين الموقف الجديد دي الألمانيا هل يمكن تذكير بهذا الموقف فعلا الموقف الألماني يسير في منعطف حقيقي بالنسبة للعلاقات مع المغرب هذا جاء أولا لأن حكومة جديدة جاءت إلى الواجهة في عدة أحزاب لها نوع من التعاطف مع المغرب ينبغي أن لا نخفي هذه الحقيقة ثم إن الحكومة الألمانية وهذا الشيء مهم هي التي أخذت المبادرة جاءت هذه المبادرة أولا في واجهة وزارة خارجية للحكومة الألمانية التي جاءت بكفية تلقائية لتذكر بالعلاقات مع المغرب المبنية على التقى المتبادلة وعلى المعاملة بالمثل وعلى حسن الجوار إلى آخر ذلك من الصفات ثم جاء وجواب وزارة الخارجية المغربية في اتجاه المماثل مؤكدا على مسألة الصدق والشفافية وعلى المعاملة بالمثل كذلك ثم جاءت رسالة الرئيس الألماني بمناسبة أعياد الميلاد والتي وجهها العائل المغربي وهي رسالة مليئة بالتفاصيل وهذا شيء مهم لأن ألمانيا عندما تتحدث بهذه اللغة يعني أنها ستقدم على شيء أكثر أهمية مما كان عليه وضعه في الماضي أنا شخصيا لدي اعتقاد راسخ بأن العلاقات الألمانية المغربية تتجه قدما نحو شراكة استراتيجية بالمعنى الحقيقي للكلمة هذا يظهر واضحا من كون رئيس الألماني بعث رسالته في إطار دعوة لزيارة رسمية للعاهل المغربي إلى ألمانيا في إطار زيارة دولة وزيارة الدولة معروف محتواها في القاموس الدبلوماسي بأنها زيارة تقوم على توقيع اتفاقيات مهمة وعلى أفتح آفاق أوسع العلاقات بين الطرفين ثم تانيا لن نسألنا في السنة الماضية وقبل أن تقع القطيعة أو تلك الغمامة الصيف التي غمرت هذه العلاقات لاحظنا بشكل واضح كيف أن ألمانيا كانت تعد مساعدة تنتصل إلى حوالي مليار وربعمائة مليون من الأورو ثم كذلك كانت هناك مشاريع كبرى على رأسها مشروع الهيدروجين الأخضر وكذلك مشروع استفادة من الطاقة الشمسية في نقل الكهرباء إلى ألمانيا علما بأن ألمانيا هي سباقة في هذا الميدان من نسبة كل بلد الأخرى لكن كل ذلك توقف اليوم هناك آمان كبرى في أن لا تقف عالية التعاون نحو هذه المجالات في حد ذاتها ولكن لكي تتوسع إلى مجالة أخرى خاصة وأنه مغير معروف اليوم بأنه سيكون مكتنز قوي لمعادن ثمينة للتكنولوجيا المستقبل بما فيها التاريوم والكوبالت وعدة معادن أخرى ثمينة ومهمة وربما هذا سيساهم بقوة سواء في صناعة هواتف بكية أو في سيارة كهربائية وألمانيا منتج أساسي لها وبالتالي أعتقد أن الحكومة الألمانية اليوم تراجع نفسها وتعتبر أنه لا يمكن أن تفتح الطريق لبريطانيا لتفتح هذا النوع من العلاقات في نقل الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في مسافات تتجاوز 3000 كم رغم أنها قريبة من المغرب ولا تتمتع بهذا الامتياز وبالتالي أعتقد أن مبدأ رابح رابح مبدأ المصلحة المشتركة مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ الاحترام من الطرف الآخر سوف يهيمن على هذه العلاقات وسوف يتجيبها قدما نحو شراكة استراتيجية قوية في أقرب الآجل ترجمة نانسي قنقر